قبلك إلا نجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدين كرام أهلا ومرحبا بكم الله أسألوا أن يتقبل منا ومنكم صالح العمل وأسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ويكون ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه اللهم أمين يا رب العالمين أهلا بحضراتكم مع برنامجكم أهل الذكر فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون هذا هو قول ربنا سبحانه وتعالى وهو قول الحق أسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ويكون وقفين عند حدوده متبعين لهدي حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم وحفظكم الله أيها المسلمون في مشارق الأرض وفي مغاربها وحفظ الله مصر وجميع بلاد المسلمين من كل مكروه وسوء اللهم أمين يا رب العالمين أهلا بحضراتكم مع برنامجكم أهل الذكر معي ومعكم فضيرة الشيخ شعبان درويش أهلا ومرحبا شيخ الكريم أهلا ومرحبا حياكم الله يا أستاذ أحمد صلى الله عز وجل أن يمتعكم بالصحة والعافية وأن ينفعنا بعلمكم اللهم أمين يا رب العالمين مقولة مشهورة على ألسنة الناس أنت لا ترحم ولا بتخلي رحمة ربنا تنزل هذه المقولة نسمعها كثيرا من البعض وفي الحقيقة كلما سمعتها أزعجتني فيعني ماذا نقول حول هذه المقولة شيخ الكريم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد بالطبع هذه المقولة مقولة خاطئة وهو معنى اعتقادي لا يجوز للمسلم أن يتقول به ولا أن يعتقده لنت بترحم يمكن أن يليق بالعبد المخلوقي أن يكون قاسيا وأن لا يكون رحيما بذوي الحاجات والنوائب لكن لا يستساغوا ولا يقبلوا اعتقادا المقولة الثانية ولا بتخلي رحمة ربنا تنزل فكأن هذه المقولة فيها تحكم العبد في أفعال الرب تبارك وتعالى وهذا لا يجوز أن يتحكم مخلوق في أفعال الرب عز وجل ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يرسل فلا ممسك له من بعده فالله عز وجل الآية نص في ضحض هذه المقولة فما يفتح الله للناس من رحمة لا ممسك لها لا من ملك مقرب ولا من نبي مرسل ولا من طاغية ولا من جبار ولا من غني ولا من ضعيف لأن الله عز وجل هو الخالق تبارك وتعالى ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن فلا يجوز أن يقول المسلم هذه المقولة لا بلسانه ولا من باب أولى أن يعفقدها بقلبه لمخالفتها للنص الشرعي من ناحية ولعدم جوازها في حق الرب تبارك وتعالى أن يتحكم العبد في أفعال الرب عز وجل والله أعلم وصلى الله وسلم وبرك على النبي محمد عليه الصلاة والسلام وأكيد الذي يقوله شيخي كريم يمكن لا يعني المخالفة الشرعية هو عايز أقوله يعني عم مرحم اتق الله بس هو لا يحسن التعبير نهم نحن لا نحاسب الفاعل نحن نخطئ الفعل يعني حكمي أو قولي الذي ذكرته فيه ضحض للقول ذاتي فالقول باطل خلاص بنبطل هذا القول بما تيصر من كتاب الله عز وجل أما القائل نفسه فبالطبع هو معذور فلا يقول هذا القول إلا جاهل جاهل بالعقيدة جاهل بصفات الرب تبارك وتعالى فهو لا يتصور من مسلم أن يعتقد أنه العبد الضعيف ذه يتحكم في أفعال الله عز وجل فرحم الله فلانا منع رحمة الله أن تنزل فبالطبع نحن لا نحاكم القائل لغلبة الظن عندنا أن القائل جاهل أو متأول إنما نحن نخطئ القول وهذا ما يعرف عند أهل السنة والجماعة بالحكم على النوع وليس الحكم على المعين لأن الحكم على المعين لابد فيه من توفر شروط وانتفاء موانع وهي لله الحمد هنا الموانع موجودة لغلبة الظن في جهل من قال هذه المقولة والله أعلم وصلى الله وسلم وبرك على النبي مرحب عليه الصلاة والسلام أخي على صفحة البرنامج أهل الذكر على الفيسبوك يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عليكم السلام ورحمة الله وبركاته هناك قول متداول عندنا هنا يبدو أنه من المغرب يعني تعرفوني قبل أن تعبدوني والمقولة هكذا تعرفوني قبل أن تعبدوني فإن لم تعرفوني فكيف تعبدوني فيسأل عن صحة هذه المقولة نعم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد المقولة تعرفوا علي قبل أن تعبدوني فإن لم تتعرفوا علي فكيف تعبدوني هذه المقولة في ظاهرها ليست مخالفة لشرع الله عز وجل لأن الله تبارك وتعالى بالفعل عرفنا بنفسه في كتبه المنزلة على رسله عليهم صلوات الله وسلامه وبالذات في خاتم الكتب والمهيمن عليها كتاب الله عز وجل وسنة الحبيب النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بالطبع من لم يتعرف على الله عز وجل في ربوبيته وفي ألوهيته وفي أسمائه وصفاته فإنه حري به أن لا يعرف جلال الله ولا كمال الله ولا جمال الله ولا يعرف متطلبات الله عز وجل من خلقه تكليف الله عز وجل من خلقه من لا يعرف الله عز وجل ولا صفاته ولا أفعاله فكيف يعبد الله ويوحده بأفعال العبد نفسه إذا لم يتعرف على الرب وعلى أفعاله وصفاته فهذه المقولة في ظاهرها صحيح وهي دعوة أن يتعرف المسلم أولا على الله عز وجل من حيث الربوبية والألوهية ومن حيث الأسماء والصفات فإذا أحسن العبد معرفة الرب تبارك وتعالى عرف أن يوحده وعرف أن يعبده والله أعلم وصلى الله وسلم وبرك على النبي محمد عليه الصلاة والسلام وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون في بعض التفسيرات على ما أتذكر قالت إلا لتعرفون يعني العبادة بمعنى المعرفة نعم لكن هذه أقوال ليست الأقوال المشهورة عند السلف لتعرفون لأن هذا ما ذهبت إليه الجهمية والكرمية أن الإيمان هو المعرفة لكن أهل السنة لا يقولون أن الإيمان هو المعرفة فإن إبليس يعرف ربه تبارك وتعالى إنما الإيمان هو اعتقاد بالجنان وعمل بالأركان ونطق باللسان فهذا هو الإيمان الكامل عند أهل السنة والجماعة خلافا لما ذهب إليها أولئي المخالفون من قصر الإيمان على أنه مجرد المعرفة الإيمان عند أهل السنة هو التصديق الجازم المستلزم للإذعان والانقياد لشرع الله عز وجل وليهدي نبيه صلى الله عليه وسلم وليس لمجرد المعرفة معرفة الرب كل أحد الكافر والجاحد والكتابي والمسلم والوثني كل هؤلاء يعرفون الرب تبارك وتعالى يعني يعرفون وجوده لكن المعرفة الكاملة بالرب التي تعني معرفة ربوبياته وألوهيته وأسمائه وصفاته هذه لا يتعرف عليها إلا من خلال الوحي المنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن خلال كلام الحبيب النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وليس بمجرد الآيات الذهنية أو البرهين العقلية فقط فإنما هذه قراء فقط إنما الدليل على الله عز وجل الله عز وجل هو الدليل على نفسه تبارك وتعالى لأنه عرفنا بنفسه من خلال الوحي الذي أنزله على رسله عامة وعلى رسوله خاصة عليه صلوات الله وسلامه والله أعلم وصلى الله وسلم وبرك على النبي محمد عليه الصلاة والسلام أظن هناك قول منسوب لسيدنا أبي بكر أعرفت ربي بربي ولولا ربي ما عرفت ربي نعم هي المقولة ليست ثابتة من حيث الإصناع الحديثية لكن المقولة مشهورة في نسبتها إلى أبي بكر رضي الله عنه أعرفت ربي بربي ولولا ربي ما عرفت ربي تبارك وتعالى والمعنى أعرفت الله عز وجل بما عرفنا به بنفسه في وحيه المنزل على رسوله صلى الله عليه وسلم ولولا أن وفقني الله لمعرفته ما عرفته لأن هناك من يخذل فلا يوفق لمعرفة الله عز وجل ولا يوفق للإيمان بوجوده ولا يوفق لمعرفة ربوبيته ولا على اعتقاد لوهيته قال الله عز وجل يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمن علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين فلولا أن هدان الله للإيمان ما أمننا لولا أن هدان الله لتوحيد الربوية ما اعتقدنا ولا عرفنا لولا أن هدان الله عز وجل للصلاة والصوم والزكاة لا صلينا ولا صمنا ولا زكينا ولذلك أهل الجنة يقولون ويقولون كما في كتاب الله عز وجل وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وفي أظن في سورة الحجرات في أوائل الصورة أو في جزئها الأول قال الله عز وجل ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وفي نفس الوقت وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان فسبحان من حبب إلينا الإيمان فأمنا وحبب إلينا الإسلام فأسلمنا وبغض إلينا الكفر والفسوق والعصيان ولولا هذا التبغيد لا كفر منا من كفر ولا فسق منا من فسق وعصى منا من عصى وسبحان الله أن خذل مثلا هذا الشيوعي أو هذا العلماني أو هذا الملحد أن يعرف الله عز وجل وأن يهدى للإيمان فبغض إليه الإيمان وحبب إليه الكفر والفسوق والعسيان ولذلك قال عليه الصلاة والسلام في حدائه أظن في غزوة الخندق كان يحدو تسلية لأصحابه وهو في حدائه عليه الصلاة والسلام مش بينشد ولا بيغني كما يقولون لك إنه لا ينطق عن الهوى عليه الصلاة والسلام إن هو إلا وحي نوحى ولذلك نقل هذا القول في كتب السنة الصحيحة في صحيح البخاري وغيره والله لو لالله مهتدينا تأمل ولا تصدقنا ولا صلينا لأن لا ينسبن أحد فضلا لنفسه إنه عرف الإيمان وعرف التوحيد وعرف الربوبية وعرف الأولوهية وعرف الأسماء والصفات لا 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 أنا ما عرفت ولا أنت عرفت لولا أن الله عز وجل هدانا لهذا ما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله والله أعلم وصلى الله وسلم وبرك على النبي محمد عليه الصلاة والسلام هناك مقولة مشهورة على ألسلة الكثيرين من الناس حضرتك لعلك أجبت المعنى الصحيح لكن تقول هذه المقولة هو ربنا عرفه بإيه فيرد التاني يقول له بالعقل أي فبالعقل كده هل ربنا احنا عرفنا بالعقل الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد هي آلة من آلات التعرف على الله عز وجل نعم هناك المعرفة بالوحي وهناك المعرفة بالعقل أو كما يقول بعض أهل العلم المعرفة بالآيات الوحي المنزل والمعرفة بالكون المفصل لأن الأعرابي كان يقول إن البعرة لا تدل على البعير وإن الأثر لا يدل على المسير أفسماء ذاته أبراج وأرض ذاته فجاج وأمهار ذاته مش عارف إيه وأفلا يدل هذا على الواحد القهر وبالتالي العقل وسيلة وآلة للتعرف على الله عز وجل لكن هذا العقل الصحيح مش العقل السقيم لأنه هناك عقول عباقرة يسمونهم الملاحدة كبار الملاحدة دول بعضهم أساتذة الجامعات وأستاذ مش عارف إيه ودكتور إيه وبتاع إيه ومع ذلك هذا العقل اللي هو تألق في الدنيا على حسب موازينهم ومقييسهم خذل وعجز على أن يتعرف على الله عز وجل بالآيات التي بسطها الله تبارك وتعالى في كونه المرئي فضلا عن وحيه المنزل على رسله عليهم صلوات الله وسلام والله أعلم وصلى الله وسلم وبرك على النبي محمد عليه الصلاة والسلام والموضوع لأهميته أنا وقفت عنده هذه الوقفة حقيقة شيخي كريم أسأل الله عز وجل التيسير والقبول هو مش أي عقل يصل وحضرتك ربنا يفتح على حضرتك يا رب يصل إلى حقيقة الله عز وجل وحقيقة المعبود بحق سبحانه وتعالى ورب العالمين في عقل يضل ويقع في الضلال يعني ربما يعطل النص والمنقول عن رب العالمين في القرآن والسنة وعقله يودي بقى في ستين ألف محالفين يعني في سكك أخرى يعني كما يقولون هو طبعا العقول أنواع يعني في عقول تعطلت آلة التعقل عندها أن تتعرف حتى على وجود الله أصلا مع أن الرجل البدى والأعرابي ده اللي هو لا راح جمعة ولا راح مش عارف ولا كامبر في السر إيه ولا أستاذ إيه ولا بتاع يقول المقول العادية وفي كل شيء له آيات تدل على أنه الوحيد فتعرف على الله عز وجل عن طريق أنه يتعرف على البعر بالبعر أن البعر تدل على البعر والأثر يدل على المسير فتعرف على آيات الله الكونية التي تدل على وجود الله عز وجل من ناحية وعلى أنه الخالق البارئ المصور صاحب الأمر في الأولى والأخرة من ناحية وبالتالي هذا الرجل الأعربي لما اعتقد هذا التوحيد توحيد الربوبية الوجود وتوحيد الربوبية استدعى منه هذا أن يكون هذا الأعربي موحيدا لرب تبارك تعالى لأن هذا الرب الذي اتصب بهذه الصفات ألا يستحق أن يوحد بأفعالنا نحن العبيد ألا يستحق أن يعبد ألا يستحق أن يوصف بأسماء الكلال وصفات الجمال عليه سبحانه وتعالى وبالتالي هذا عقل من البداية تعطل عن معرفة حتى الوجود الإله هؤلاء الذين طبع على قلوبهم بالفعل فهؤلاء لا يرجى فيهم أمل إلا أن يشاء الله عز وجل لكن هناك عقل أدرك الوجود الرباني وربما أدرك الربوبية أيضا كالجاهليين العرب الذين بعث فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أولا أنهم يكونوا يجحدون الله عز وجل في وجوده بل بالعكس كانوا يؤمنون بوجود الله عز وجل وكانوا يؤمنون أيضا بربوبية الله عز وجل ولئن سألتهم من خلقهم ليقولون الله إنما فين الآفة فين الرسوب عندهم هم سقطوا في هوة الإشراك بالله عز وجل بعد أن وحدوه في ربوبيته أشركوا به في ألوهيته فكانوا يعبدون الأصنام ويقولون للنبي صلى الله عليه وسلم ما نعبدهم يعني هم يقررون بعبادتهم ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفا اتخذوا راسطة بينهما بين الله فهذا عقل آخر من العقول البشرية أدرك الوجود الإلهي من ناحية ثم أدرك توحيد الربوبية من ناحية أخرى لكنه ظل في توحيد الربوبية وظل في استحقاق الله عز وجل الأسماء الحسنة والصفات العليا وهناك عقل آخر أدرك الوجود الرباني وأدرك توحيد الربوبية وأدرك أيضا توحيد الألوهية فهو يعبد الله لا يشرك به شيئا لكنه ظل في التوحيد الثالث وهو توحيد الأسماء والصفات فحصر صفات الرب تبارك وتعالى المتناثرة في كتاب الله عز وجل والمتواترة في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في سبع صفات فقط على سبيل المثال ومنهم من عطل هذه الصفات تماما هروبا من هوة الوقوع في التشبيه يعني تشبيه الخالق بالمخلوق فعطل صفات الرب تبارك وتعالى فصار أمره كما يقول الشيخ الإسلام بن تيمية رحم الله أنه يعبد عدما يعبد إلها لا يسمع ولا يتكلم ولا يفعل فبالتالي يعبد عدما فهذا عقل أدرك الوجود الرباني وأدرك توحيد الربوبية وأدرك توحيد الألوهية لكن هذا العقل الرابع ظل في توحيد الأسماء والصفات هناك عقل خامس وهو عقل أهل السنة والجماعة الذين كانوا على مثل ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فهؤلاء أدركوا الوجود الرباني فآمنوا بوجود الله عز وجل ثم وحدوه في ربوبيته فهو واحد في أفعاله ثم وحدوه في ألوهيته فعبدوا الله عز وجل بأفعالهم قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المؤمنين المسلمين ثم أيضا وحدوا الله عز وجل في هذا التوحيد الذي سقط فيه من سبقهم وهو توحيد الأسماء والصفات فقالوا نحن نؤمن بأسماء الله وصفاته كما ثبتت في كتاب الله عز وجل وكما ثبتت في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فنحن نثبت ما أثبته الله لنفسه من غير تكييف ولا تمثيل ولا تشبيه ولا تعطيل ونقول ليس كمثله شيء وهو السميع البصير هذا الأخير هو اعتقاد السلف الصالح الفرقة الناجية التي نسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم والمشاهدين والمشاهدات منهم إنه ولي ذلك والقادر عليه وصلى الله وسلم وبرك على المدرسة عليه الصلاة والسلام يسأل ويقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته في الترم الأول من الدراسة قالت المدرسة إنه لن يستلم أحد الكتب حتى يدفع المصاريف اللي المدرسية فدفع بعض الطلاب واستلموا الكتب ثم أعطت المدرسة الكتب للذين لم يدفعوا المصاريف وفي الترم الثاني حدث ما حدث في الترم الأول السؤال هل الذين لم يدفعوا المصاريف عليهم وزر شيخي الكريم الحمد لله لأنه سلم الكتب طبعا نعم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد نعم لا شك أن هؤلاء الذين لم يدفعوا الرسوم المدرسية عليهم وزر لأن هذه الرسوم المدرسية أولا هي رسوم رمزية من ناحية لأنه 100 جنيه 150 أو حاجة زي كده في حدود وبالتالي هؤلاء لم يدفعوا هذه الرسوم وهم بذلك استباحوا مالا عاما هذا المال لا يخص المدرسة ولا يخص حتى مدير المدرسة ولا وقيل وزارة ولا حتى وزير التعليم إنما هذا مال عام يخص الخزانة العامة للدولة وبالتالي استباحة هذا المال العام أشد حرمة من استباحة المال الخاص اللي هو مالي ومالك هذا واحد الأمر الثاني أن المدرسة نفسها اللي هي قائمة على هذا الشأن هي أيضا مخطئة وآثمة لأنها إن سكتت عن تحصيل الرسوم المدرسية من هؤلاء الذين لم يستلموا الكتب بل هي أساساً أخطأت في تسليمهم الكتب مع عدم دفعهم للمصرفات هي أيضاً مسؤولة الكتب هل هي مقابل المصرفات؟ نعم أعتقد أنا أظن أنهم بيستلموا الكتب والمصرفات بيدفعوها سنة ما دفعاش السنة دي يدفعها السنة الجاي أعتقد في التعليم اللي هو ما قبل الجامعة الكتب في مقابل الرسوم المدرسية لكن يبدو أنه في بعض الأحيان بيصدر قرار وزاري في الأصل في أول كل عام دراسي بتسليم الأولاد الكتب على أن تحصل منهم المصرفات وهناك طبعاً اعتبارات لبعض الحالات الاجتماعية نعم لكن هناك حالات في أخصاء اجتماعي في المدرسة بترفع إليه الحالات الخاصة اللي هي تستحق المعونة وغيره لكن المدرسة مخطئة في أنها لم تواصل جمع المصرفات المدرسية لتحصيلها لصالح المال العام للدولة والأولاد نفسهم هؤلاء أيضاً يأثموا بتركهم دفع هذه المصرفات لأنه كما ذكرت آنفاً استباحة المال العام أشد حرمة من استباحة المال الخاص والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد عليه الصلاة والسلام يقول أنا أعمل في شركة سجائر أو السجائر وأنا متزوج وعند طفل وجزاكم الله خيراً ويسأل عن حكم عملي في هذه الشركة الحمد لله الصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد جزاك الله خيراً أنك تسأل عن حكم الله عز وجل في الأعمل الذي تمارسه لكننا نناشد أنفسنا دائماً نناشد إخواننا وأخواتنا أن المسلم والمسلم قبل أن يقدم على قول أو فعل لابد أن يسأل أولاً إمام البخاري يا شيخ أحمد بواب في كتاب العلم من أوائل الصحيح باب العلم قبل القول والعمل فهذا يلزم المسلم والمسلم أنه قبل قوله وقبل عمله لابد أولاً أن يسأل عن حكم الله عز وجل وعن حكم رسوله صلى الله عليه وسلم وبالتالي أقول العمل في شركة الدخان لا شك أنه محرم لأن الدخان عند كثير من أهل العلم حرام وعند بعضهم اللي هو بيترخص نسبياً أو شوية كما يقولون مكروه والكراهة التي يطلقونها معظم من القائلين بهذا من الحنفية الكراهة التي يطلقونها لا أبداً 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 أن معاصرون بعض المعاصرين هنقول بس القول بأمانة العلمية حتى أنه بعضنا ربما يستمعنا ما ليس معتاداً على الاستماع إلينا فهو يسمع الآخرين يقول زايد الشيخ مش عارف مين والأستاذ الدكتور مين يقول الدخان فنحن نقول أنه حتى بعض المعاصرين الذين تسهلوا شوية في حكم التدخين قالوا بالكراهة والغريب أن معظم القائلين بالكراهة من المعاصرين حنفية المذهب والحنفية من أصولهم أنهم إذا أطلقوا الكراهة أرادوا كراهة التحريم ولم يريدوا كراهة التنزيه خاصة وقد قال الطب كلمته في موضوع التدخين أنه بالفعل ثبت ضرره حتى وإن كان بعد حين وبالتالي إذا ثبت الضرر بهذه المقولة المتواترة من الأطباء المختصين أصبح حراما والإنسان يقول حرام بملء فمه لأن الله عز وجل يقول لا تلقوا بأيديكم إلى التهلوكة لا تقتلوا أنفسكم ولأنه قد ورد الحديث المشهور عن النبي صلى الله عليه وسلم الذي اعتمده الفقهاء وإن كان تكلم فيه بعض المحدثين لكنه قاعد عند جميع الفقهاء تقريبا أنه قال لا ضرر ولا ضرار فالعمل في التدخين لا شك أنه عمل محرم وعلى المسلم أن يتق الله عز وجل وأن يبحث له عن عمل آخر يكون الأصل فيه الحل والإباحة حتى يدخل عليه المال من حله ولا يطعم نفسه وأولاده هذا المال الذي حكمه حكم المال الحرام ومن ترك شيئا لله عز وجل عوض بخير منه وبعض المسلمين هدانا وهداهم الله عز وجل للأسف الشديد عايز التعويض قبل أن يترك مع أن الله عز وجل يقول من يتق الله يجعل له مخرجة الأول العبد يتق الله عز وجل ويقلع عن الحرام فيجعل الله عز وجل له حينئذ المخرجة إنما هو عايز المخرج قبل التقوى مخرجا ويرزقه طبعا من حيث لا يحتسب ما هي المخرج والرزق لأنه اللي بيشتغل في الحرام كيف من قوة الرزق بركز على إيه إن البعض من عايز المخرج الأول لا أدى ربنا سبحانه وتعالى رتب المخرجة والرزق على تقوى العبد اللي ربي تبارك وتعالى باجتناب ما حرم فإذا اتقل عبد ربه واجتنب الحرام حينئذ يجعل الله عز وجل له مخرجة ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتقل لها يجعل له من أمره يسرى ومن ترك شيئا لله عوض بخير منه والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد عليه الصلاة والسلام ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض فصل الله عز وجل أن يرزقنا الإيمان والتقوى بعض الناس شخنا الكريم لم يكونوا عندما يكونون في محنة نسأل الله العافية أو ابتلاء مدي وأحد الناس يصبرهم بمثل هذه الآيات ربما هو الذي في المحنة هو الذي يسخر من هذا الذي يذكره بكلام الله عز وجل ويعتبره درويشا ويقول له عم نقص درويشة بقى ونقص مش عارف إيه وكأنه بيقول له شوية شعرات يعني أنا درويش يعني لا أخفر الله لا أخفر الله على العين والرأس زي شكريك بيتني لو كنت درويشا مثلك برك الله فيك وللأسف هذا أيضا من ابتلائه يعني هو العبد مبتلا ثم من داخل الابتلاء يعني تتكاثر حوله الابتلاءات حتى أنه يغلق قلبه وعقله دون النصيحة والتذكرة والله عز وجل لأجل هذا لعلمه المسبق أن هناك قلوبا لها إدبار وليس لها إقبال فلا تنفتح للتذكير ولا للنصيحة قال الله عز وجل فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر وقال وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين فالمؤمن على قدر إيمانه ينتفع بالتذكرة وينتفع بالنصيحة إنما إذا طمس على القلب وتكفرت حوله الابتلاءات فإن القلب يكون له إدبار فلا ينتفع بتذكرة إلا أن يشاء الله عز وجل نسأل الله عز وجل أن يعافينا ويعافي إخوانا المشاهدين والمشاهدات من هذه الابتلاءات ومن هذه الإدبارات للقلوب والعقول والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد عليه الصلاة والسلام السلام عليكم وعليكم وبركاته من فضلك يا شيخ هرسم الحنة في أجزاء من الجسم يعتبر من الوشم مع العلم أنها لا تترك أثرا لمدة طويلة يعني هي بتمحى بعد ذلك الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد لا استعمال الحناء إن كان للنساء طبعا سائلة 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 نعم استعمال الحناء إن كان للنساء فلا بأس بذلك سواء كان في الكفين أو كان في غيرهما من مواضع البدن ويعني هو يسميها العلماء أستاذ أحمد الزينة المكتسبة الزينة المكتسبة يا زينة التي لها توقيت معين يوم يومين ثلاثة ثم يزول أثرها يعني هي حكمها حكم المكياج إذا فعلت هذا في بيتها لنفسها أو لزوجها فإنه لا بأس في ذلك وإذا فعلت هذا في وسط النساء فإنه لا بأس بذلك لكن لا تخرج به متبرجة سافرة لأن هذه الزينة هي مأمورة بعدم إبدائها ولا يبقين زينتهم نعم ويا سيدي ترسموا على الكف أنا مرة أكدبع يعني ربنا يسمحنا يا ربي في اللي أنا أخت العريس مكتوب على الإيد أي تكتب ما فيش مشكلة بس تلبس الجواند أو تكتب وتخلي الكف بدون الجواند في وسط الفتايات ومشط النساء أو في بيتها فإذا فعلت هذا يعني هو كالمكياج الحناء نوع من أنواع المكياج لأنه زينة مكتسبة فإذا فعلت هذا لنفسها أو لزوجها أو في وسط النساء فلا بأس بذلك الممنوع أن تظهر به أمام الأجانب من الرجال والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد عليه الصلاة والسلام أختنا تسأل وتقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عليكم السلام ورحمة الله وبركاته لو زوجة تلفظت بلفظ تحريم زوجها على نفسها يعني زي ما دقيت له أنت خرمان علي ولا حاجة انطلاء على طلاءك تعمل إيه لكي تكفر عن اللفظ ده مع العلم أن العصمة في يد الزوج يعني تسأل وتجيب الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله بعد إذا علمت المرأة إذا علمت الزوجة أنه لا عصمة في يدها للنكاح ولا للطلاق ولا الغير وإنما الأمر في ذلك إلى الله ثم إلى الزوج أو إلى الولي فإذا هذا الكلام يقع منها هراء ويقع منها سخرية أو استهداء أحيانا وتلاعبا بحدود الله تبارك وتعالى وبحرماته والمسلم والمسلم مأمور أن يكون وقفا عند حدود الله تعالى ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك أنت أحل الله لك النكاح من هذا الزوج فكيف تحرمين على نفسك ما أحله الله عز وجل في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وآله وصحه وسلم إذا فعلت المرأة هذا أو قالت بهذا القول أولا لا يترتب عليه شيء إنما الواجب عليها حينئذ أن تتوب إلى الله عز وجل توبة الندم وتوبة الإقلاع عن هذا القول وتوبة عدم الفعل لأعدم العود إليه مرة أخرى وتوبة الاستغفار الدائم وكثرة العمل الصالح رجاء أن يكفر الله عن هذه الخطيئة وتلك الكبيرة والله أعلم وصلى الله وسلم وبرك على النبي محمد عليه الصلاة والسلام هي هو إثم لكن لا يترتب عليه شيء نعم لا يترتب عليه شيء العسمة في النكاح والطلاق في يد الزوج هو يبدو أن الكلمة دي بقت كثيرة أو كثيرة على ألسنة النساء والرجال معا يعني إذا ما حدثتك تلفظته منذ قليل لما يقول لها عليها الطلاق طوله طلاق على طلاق 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 ما أنت خرجع طلاق على طلاق الزوج يقول للزوجة تحرمي علي أيت له وأنت كمان تحرم علي أعوذ بالله نعم المقولة في ظاهرها هي التي نذكر وننهى عنها ونقول هذه من الاسم وهذا من تحريم أحلى الله عز وجل ولا يجوز للمرأة أن تحرم نفسها على زوجها إذا أرادت يعني الامتناع عن الفراش مع زوجها فنقول هذا أيضا حرام لأن الحديث مش الحديث الأحديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم متوترة في هذا الشأن تواثرا معنويا أنه إذا دع الرجل امرأته إلى فراشه فأبت أبت يعني امتنعت والامتناع نوع من التحريم لنفسه على زوجها هذا خطأ وكبيرا من الكبائر لأنه ورد عليه زجر شديد في الحديث قال عليه الصلاة والسلام لعنتها الملائكة حتى تصبح أو قال في الحديث الآخر أظن في صحيح مسلم بات الذي في السماء عليها غبان حتى يرضى عنها زوجها ده لو امتناع وهي غير متعبة يا شيخنا الكريم أو لو هي مريضة طبعا وهي في الأحوال العادية لكن إذا امتنعت لكونها في الحيض ده واجب عليها أن تمتنع لأنه في بعض الأزواج عنده يعني عدم مبالاة في هذا الأمر إذا امتنعت لعلمها يقينا أن الزوج يدعوها إلى معشرة غير شرعية فواجب عليها في هذه الحالة أن تمتنع المعشرة على غير شرعية بمعنى في الضبر أو غيره عيضه بالله إذا امتنعت لكونها مريضة أو لكونها غير في بعض الأحيان تكون مرأة غير مهيئة نفسيا يعني والدها مات مبارح والأول مبارح ولا من أسبوع والزوج يدعو المرأة إلى فراشة هي نفسيا ليست مهالة فيسيولوجيا لا تتأقلم الأنوثة مع الحالة النفسية المتردية التي تكون عليها المرأة يعني ابنها ميت من يومين ثلاثة طفل رضيع ميت هو طبعا الزوج ما وحنا عندنا أولاد كتير هو يعني أنا نوقف الحياة عشان الواد مات ولا عشان أبوك مات ولا عشان أمك ماتت يا أخي طب مراعاة الجانب النفسي للمرأة مهم جدا لأن النبي صلى الله عليه وسلم ده كلام مش من عندنا أحمد ده كلام النبي عليه الصلاة والسلام إن لبدنك عليك حقا قال وإن لنفسك عليك حقا فكما رعى الجانب البدني عليه الصلاة والسلام رعى أيضا الجانب النفسي لأن الإطباء يقولون فسيولوجية وميكانة البدن لا تتأقلم مع الحالة النفسية المتردية للإنسان لأنه التأثير النفسي على الميكانة العضوية ومنها طبعا مسألة الأنوثة ومسألة الشهوة والغريزة والجماعة وغيره عامل مهم جدا فبالتالي في هذه الحالات آه يجوز للمرأة أن تمتنع أما إذا كانت أحوالها طبيعية وعادية لاحيد ولا الزوج يعني يأتي أفعال منكرة ولا هي عندها حالة نفسية متردية ولا مريضة ولا غيره فالواجب عليها أنه إذا دعاها زوجها إلى فراشه ألا تأبى فإن فعلت هذا الإباء وامتنعت بدون هذا السبب وحالة المرض والاضطرار فتكون أثمة ومرتكبة لكبيرة من الكبائر بدليل قوله عليه الصلاة والسلام لعلتها الملائكة حتى تصبح والله أعلم وصلى الله وسلم مبارك على النبي محمد عليه الصلاة والسلام حضرتك تتكلم الآن أنا تذكرت صورة أو تخيالت صورة رجل ضرب امرأته أو يضرب امرأته وضربه وشتامه وسببه وللأسف الشديد بعض الرجال يعني ربما يفصل بين أنه لسه ضرب زوجته من شوية قليلة يعني منذ قليل وبين أن هو يريدها زوجة حتى من غير ما يصالحها فقالت له لا ابعد عني فمنعونا برطو شيء ده اللي أنا بنكلم عليه من شوية والحالة النفسية مراعاة الجانب النفسي للمرأة أولا المعنى ده ورد في حديث هو ضعيف طبعا من ناحية الإسناد عند الكثير من المحادثين كان بعض الكتاب الترغيب والترهيب يذكر هذا الحديث على سبيل الاقتناس لا على سبيل الاستدلال اللي هو يعمد أحدكم إلى مرأته فيجلدها جلد البعير ثم إذا كان من آخر الليل ضاجعها طب هو ده يليق صورة حيوانية بصراحة لا يليق لأنه فين وقدموا لأنفسكم فين الجانب النفسي معي الجانب النفسي للمرأة ويا أخي أنت عندك عين بيسموها عندك عين ولا لك عين أصلي لك عين أنت لك عين بعد ما هنتهى طب صالحها الأول طب يعني وقدموا لأنفسكم نعم زوجتي ولله الحمد منتقبة ولها أخوات من الرضاع أو في الرضاع هل يجوز كشف الوجه أمامهم وهل لو منعتها من كشف وجهها ومعاملتهم لهم كمعاملة الأجانب أو المعاملة الأجنبي يكون علي وزر مع العلم أني غيور أفيدوني أفدكم الله الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعدها أنا أبدأ من آخر السؤال حتى ياتي على أوله أنت غيور والغيرة محمودة إذا كانت وقافة عند حدود الله عز وجل إنما الغيرة ستكون منك أيها الزوج مزمومة إذا تعديت بغيرتك حدود الله تبارك وتعالى فإن الله عز وجل جعل الإخوة والأخوات من الرضاعة كالإخوة والأخوات من النسب وقد ورد الحديث بذلك عن الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم قال يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب وبالتالي إخوانها من الرضاعة كإخوانها من النسب يجوز لها أن ترفع النقاب بين أيديهم يجوز لها أن تتعامل معهم معملة الإخوة بمعنى أن تصفحهم وأن يصفحوها وأن يدخلوا عليها وأن تدخل عليهم ومسألة الغيرة لابد أن تكون بعيدة عن هذه الحدود التي أحدها الله عز وجل وجاءت صريحة في كتاب الله عز وجل وأخواتكم من الرضاعة وأمهاتكم التي أرضعناكم وأخواتكم من الرضاعة فهذا يعني نص قرآني وحد من حدود الله عز وجل لا جهد للغيرة أن تدوس على هذا النص وأن تدوس على هذا الحد من حدود الله تبارك وتعالى يقول أنا أصلي غير دكفة بس أن أسمح لها بإخوانها من النسب كمان ليه يعني مش أنت اللي بتسمح ولا أنا اللي بيسمح ولي بيمنع هو الله تبارك وتعالى فهذه الغيرة إذا تعدت الحدود ستكون مذمومة أما إذا كانت وقافة عند حدود الله عز وجل في أن الإخوة والأخوات من الرضاعة كان إخوة والأخوات من النسب فستكون هذه الغيرة في هذه الحالة الوقفة عند حدود الله محمودة والله أعلم وصلى الله وسلم وبرك على النبي محمد عليه الصلاة والسلام لو سمحت أنا مقبل على شراء سيارة عن طريق بنك واشترط علي مدير البنك أن التسليم يكون عنده ومنه مباشرة دون وجود صالة وجود صاحب الصالة أو المعرض واشترط عدم وجود بوليس التأمين أو حظر بيع هل هناك شروط أخرى يعني هي دي شروط صاحب البنك أو مدير البنك الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله جميل أن يكون البيع شراء منك مباشرة مع البنك فأنت مشتر والبنك هو البائع والبنك إذا باع لك السيارة بعقد بيع صحيح يكون أيضا حائزا مالكا للسيارة وبالتالي ستستلم السيارة من البنك بالفعل هذه كلها شروط طيبة وشروط حلال ومباحة هو اللي اشترط على مدير البنك ما فيش مشكلة إذا تم الموافق على هذه الشروط فهذا شيء طيب وما زلنا في حيز الإباحة لكن لا يمكن أن يكتمل العقد في إباحته وحل إلا باستفاء هذه الشروط الأتياء الشرط الأول أن يكتب لك البنك القيمة الإجمالية للسيارة ثم يكتب لك البنك المبلغ المقدم الذي تدفعه ثم يكتب لك البنك البند الثالث المتبقي عليك اللي هو هيقصت بحيش يكون المتبقي هو الفارق بين المقدمة التي دفعتها والقيمة الإجمالية للسيارة من غير زيادة ولا نقصان إذا استوفت هذه الشروط التي ذكرتها والتي ذكرتها أنا لك فسيكون العقد والبيع حلال مباح والله أعلم وصلى الله وسلم وبرك على النبي محمد عليه الصلاة والسلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته حيا الله شيخنا المبارك جزاكم الله خيرا حيا أرجوكم أريد ردا شافيا في تشقير الحواجب يا أختي يعني مع العلم عدم أخذ أي شعر من الحاجب الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله يبعث الأخت تقول ردا شافيا ما احنا تكلمنا في المسألة دي كتير وأعتقد ما من شيخ يعد في لقاء اسبوع إلا ويأتي هذا السؤال تشقير الحواجب غير النمس النمس ممنوع والأخت في سؤالها تقول مع العلم بعدم أخذ أي شعر من الحاجبين إذا كان التشقير في هذا المنع اللي هو عدم أخذ أي شعر من الحاجبين فسيبقى التشقير شأنه شأن المكياج شأن الزينة المكتسبة يعني هو المرأة تجعل على حواجبها لون بلون البشرة إرادة أن تخفف من وطأة سخانة الحاجبين إذا فعلت هذا تمام في وسط نساء يعرفنك ولا يسيئون الظن بك ففي هذه الحالة خلاص لا بأس إنما إذا فعلت هذا في وسط يتصور منك أنك نمصت حاجبيك ففي هذه الحالة لابد لك من أن تبيني لهم لألا تضعي نفسك في مواضع الريبة وسوء الظن بك فهذا والله أعلم وصلى الله وسلم وبرك على النبي محمد عليه الصلاة والسلام هل تتوقف الحائض عن قراءة القرآن أيام الحائض في رمضان أو في غير رمضان شيخي كريم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله قال بهذا كثير من أهل العلم واعتبر الحائض ما دم منع من الصوم والصلاة فهو يمنع من التعبد أصالة لكن ذهب بعض المالقية وبعض الحنفية وبعض أهل أهل الظاهر كابن حزم وغيرهم إلى أنه لا تمنع المرأة الحائض من قراءة القرآن خاصة إذا كانت تقرأ مشافهة لأنه قد ورد الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث عائشة رضي الله عنها أنه كان يذكر الله على كل أحيانه فأحيانه تشمل حال الطهارة وحال غير الطهارة عليه صلوات الله وسلامه فكان يذكر الله على كل أحيانه والقرآن هو الذكر أو هو سيد الذكر أو بحائل شيخ كريم وقد ورد عن بعض المالكية والحنفية أنها يمكنها حتى أن تقرأ من المصحف لكن أن تلبس في يدها جواند الحائل حتى تقلب الصفحات من غير أن تمس المصحفة مسا مباشرا وقد ورد عن غير واحد من أهل العلم أن المرأة الحائد تتوضأ ثم تتوضأ تنظفا طبعا وليس تطهرا لأن الوضوء في حقها سيكون تنظفا فقط تتوضأ وتلبس القفازين ثم إذا شاءت أن تذكر الله عز وجل وأن تستغفره وأن تسبحه ورد الأذكار المقيدة والأذكار المطلقة فإن لها ذلك وإذا أردت أن تقرأ القرآن على هذه الهيئة أيضا لها ذلك ويعني أنا أمير إلى هذا القول والله أعلم وصلى الله وسلم وبرك على النبي محمد عليه الصلاة والسلام جزاق الله خير فضل الشيخ الحبيب جزاق الله خير ماذا على المرأة الحامل التي أفترت في نهار رمضان من كفارة أو فدية ولمن تكون هذه الفدية وجزاكم الله خيرا الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله المرأة الحامل والمرأة المرضى كلاهما أو كلتهما لهما إن أتعبهما وشق عليهما الصوم في رمضان أن تفتره لكن ماذا ستفعل بعد أن أفترت أياما في رمضان فيها خلاف بين أهل العلم وعندنا في المسألة دي خمسة أقوال عند أهل العلم لكن خلينا نأخذ أرجح الأقوال أرجح الأقوال ما ذهب إليه جمهور الفقهاء من أنهم قاسوا حال المرأة الحاملة والمرأة المرضية على المريض فقالوا عدة من أيام أخر بمعنى ألزموها بالقضاء والقول الثاني المشهور في المسألة قول ابن عباس وابن عمر أنهما قال تفطر وتطعم عن كل يوم مسكينة وأنا أقول الآن ليقوا أن نجمع بين القولين إحنا عندنا بعد رمضان ما يقارب الخمسة واربعين أسبوع حضاشر شهر كامل فإذا استطاعت الحامل أو المرضى أن تقضي عدة ما عليها التي أفترطها في رمضان ولو كل أسبوع كل عشرة أيام يوم فإنها يمكنها أن تقضي كل ما عليها دون إرهاق ولا تعب لأنه عدة من أيام أخرى فالأفضل إذا استطاعت القضاء ولو كان متفرقا متباعدا فالأفضل في حقها القضاء لأن الله تعالى يقول وأن تصوم خير لكم أما إن عجزت عن القضاء لتتابع العذر عليها كانت حامل الآن أصبحت مرضع كانت مرضع دخلت بعد شوية في حمل آخر فإن تتابع عليها العذر وعجزت عن القضاء فليس بديلا في الشرع عن الصوم إلا الإطعام ففدية طعام مسكين فحينئذ تطعم عن كل يوم مسكينة والإطعام عن كل يوم مسكينة حق خالص للفقراء والمساكين إن عرفت فقراء أو مساكين بنفسها حتى وإن كانوا أقارب بأفضل فتعطيهم هذا الإطعام فيكون هذا خير وبركة وإذا لم تتعرب بنفسها على الفقراء والمساكين المستحقين فيمكنها أن تستعين بالله ثم بأي جمعية خيرية تقوم على شأن الفقراء واليتام والمساكين فتعطيهم ويكونهم وكلاء عنها في الإطعام إذا فعلت هذا أجزاءت والله أعلم وصلى الله وسلم وبرك على النبي محمد عليه الصلاة والسلام سأل يسأل ويقول شاب دخل في غيبوبة قبل رمضان واستمرت هذه حتى العاشر من رمضان ثم مات هل يصام عنه أو يصوم عنه أحد هذه الأيام الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد إذا دخل العبد المريض في غيبوبة فإنه لا تجب عليه الصلاة ولا يجب عليه الصيام لأنه في غيبوبة والغيبوبة معناها أن مناط التكليف غير موجود ومناط التكليف هو العقل عافان الله والمشاهدين والمشاهدات وبالتالي هذا الشاب نسأل الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله الصبر والسلوان ليس عليهم في الأيام التي طبعا غاب عن الوعي فيها أصلا ليس عليهم صيام وليس عليهم إطعام ولا فدية والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد عليه الصلاة والسلام ما حكم سجود التلاوة الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد سجود التلاوة سنة مستحبة لقارئ القرآن أو لسامعه فالقارئ إذا كان يقرأ ومر بآية السجدة فإنه يسن له أن يسجد وسامع القرآن أيضا إذا استمع إلى القرآن ومر بآية سجدة سمعها فإنه يسن له أن يسجد وحكم سجود التلاوات أنه سنة مستحبة ليس فرضا ولا واجبا والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد عليه الصلاة والسلام لو إنسان ركب سيد شيخي الكريم في سيارة أو في أوتوبيس وكان يقرأ في المصحف في القرآن الكريم ومر على آية فيها سجود تلاوة فما الحكم؟ الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعده طبعا أثناء ركوب الحافلة أو السيارة ولا يستطيع أن يسجد بالطبع ففي هذه الحالة السجود كما ذكرت منذ قليل هو سنة وليس فرضا ولا واجبا فبعض أهل العلم يقولون يمكن أن يسبح يعني غنية له عن السجود لكن هذا القول وإن كان يعني قال به بعض أهل العلم من القدامى بل والمعاصرين على حد سواء لكن ليس عليه ثمة دليل من السنة النبوية ولا حتى من فعل السلف رضي الله عنهم أجمعين وبالتالي إن تيصر له السجود سجد وإن لم يتيصر له السجود مرة لأنه ليس عليه شيء فهي ليست فرضا ولا واجبا والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد عليه الصلاة والسلام هل الوسواس القهري له علاج نفسي وما تأثيره وجزاكم الله خيرا الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد بالطبع للوسواس القهري مرض من الأمراض النفسية المعروفة المتدولة عند الأطباء المختصين فأنصح المريض في مثل هذه الحالة أن يسير في خطين متوازيين الخط الأول هو خط الدواء والاستشفاء لدى الأطباء لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال تداوى عباد الله فإن الله ما أنزل ذاء إلا وجعل له دواء إلى آخر الحديث والخط الثاني هو الخط الشرعي وهذا الخط الشرعي يكسر فيه من الاستعادة بالله تعالى من الشيطان الرجيم ويكسر فيه من الدعاء لله عز وجل أن يشفيه وأن يعافيه ويكسر فيه من قراءة المعوذات وقراءة آية الكرسي ثم يخالف الوسواس إن كان في أمر عقيدة أو إن كان في أمر عبادة أو طهارة لا يتمادى معه ويتشاغل ويبتعد تماما عن الوحدة وعن الفراغ فإن الوحدة والفراغ أشد أعداء المريض النفسي إذا فعل هذا إن شاء الله وصار في هذين الخطين المتوازيين إن شاء الله يبرأ والله أعلم وصلى الله وسلم وبرك على النبي محمد عليه الصلاة والسلام أيضا له سؤال آخر السلام عليكم يقول وعليكم رأيت في المنام أن شخصا يقول لي إنه عمل معصية كبيرة ويريد نصيحتي وكنت جالسا معه في سيارتي هل من تفسير لها وجزاكم الله خيرا الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد يا أخي إن كانت رأى هذا لك في نومك والصديق صديقك بالفعل في حياتك العامة فإنما الدين النصيحة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وكان يبايع الصحابة رضي الله عنهم على السمع والطاعة ويلقينهم والنصحة لكل مسلم فمن باب التعاون مع هذا الصديق على البر والتقوى ليس شرطا أن تخبره بالرؤية لأن هذا ليس من حكمة الدعوة إنما يمكنك أن تستعين بالله فتدعو له أن يصلح الله حالك وحاله وحالنا ثم تذكره بالله تبارك وتعالى وتنصحه نصيحة عامة فلعل النصيحة أن تبلغ من قلبه وعقله مبلغا طيبا فيجد فيها نفعا فيكون أجرك وأجر إن شاء الله على الله عز وجل والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد عليه الصلاة والسلام سائل يسأل ويقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أنا في الصلاة لو الإمام ماذا أفعل يعني لو أنا في الصلاة والإمام نسي ركعة وبعد انتهاء الصلاة لم يأتي بها وانصرف الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد ما دام المأموم على يقين أن الصلاة ناقصة ركعة والإمام ما أدرك هذا وانصرف فعلى المأموم حالا أن يأتي بهذه الركعة النقصة حتى لو سلم الإمام فإنه لا يسلم مع الإمام ويعتبر نفسه كالمسبوق تنقصه آية من صلاته فالمسبوق إذا سلم الإمام يقوم ليكمل صلاته ففي هذه الحالة يجب وجوبا فرضا على المأموم إذا سلم الإمام أن لا يسلم معه إنما يقوم ليستكمل صلاته بالركعة أو بالركعتين ناقصتين والله أعلم وصلى الله وسلم وبرك على النبي محمد عليه الصلاة والسلام السؤال الثاني تقول أنا طالبة وبنسى اللي بحفظه على طول ماذا أفعل الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد أنا أنصح ابنتنا السلاة أن تمشي في خطين متوازيين الخط الأول أن تذهب إلى الطبيبات المختصات أو الأطباء المختصين بالأمراض النفسية والعصبية وبالطبع سيكون هنا خط التداوي معروف عندهم ثم تستعين بالله عز وجل بالخط الآخر وهو الخط الشرعي فتدعو الله عز وجل كثيرا في صلواتها وخلواتها أن يرد الله عز وجل إليها ذاكرتها وأن يقوي هذا الضعف منها ثم تقرأ من القرآن الكريم والأوراد والأذكار والأدعية النبوية ما تيصر لها رقية لنفسها إن شاء الله عز وجل إذا فعلت هذين الخطين المتوازيين التداوي لدى الأطباء والأمور الشرعية التي ذكرتها بها إن شاء الله عز وجل تبرأ عما قريب والله أعلم وصلى الله وسلم وبرك على النبي محمد عليه الصلاة والسلام جزاك الله قيرا فضيلة الشيخ شعب بارك الله فيكم وأحسن الله إليكم متعكم الله بالصحة والعافية ونفعنا الله بعلمكم المشاهدون الكرام والمشاهدات الكريمات أسأل الله عز وجل القبول طبعا دي كانت حلقة يعني فرصة أن نجيب عن معظم الأسئلة اللي موجودة على الصفحة أنا سعيد بهذا أسأل الله عز وجل القبول في أسئلة كثيرة أجبنا عنها في هذا اللقاء وأسأل الله عز وجل أن يتقبل مننا ومنكم صالح العمل الموعد للبرنامج كما تعلمون الرابع عصرا بتوقيت القاهرة واثناشر خمسة واربعين صباحا إن شاء الله تعالى بعد منتصف الليل يعني من بعد الليلة الإعادة يعني دي الإعادة نعم الحلقة الجديدة أو المباشرة أربعة عصرا والإعادة اثناشر خمسة واربعين صباحا أسأل الله عز وجل القبول في ناس ما بنسبهاش الوقت ده ونسبها الوقت الآخر أسأل الله عز وجل أن يرزقنا وياكم الإخلاصة في القول والعمل ألقاكم بإذن الله تعالى في اللقاء القادم إذا كان في العمر بقية إلى هذا الحين أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه دمتم في طاعة الله سبحانك الله ومن الحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستفرق ربي أتوب إليك وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته وما أرسلنا من قبلك إلا نجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون